السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم من جديد لو اول مرة تشوفنا وعجبك الفيديو يريد تعمل لايك ولو مش مشترك في القناة اعمل سابسكرايب واشترك حالا وفعل الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد وحصري ولو عملت شير يبقى فيك الخير 3 2 1 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في درس جديد من دروس النهاردة مكاملين يونت تن لطلاب الصف الاول الاعدادي وفي لسون سري معنا كلمة الكتريسيتي الكتريسيتي معناها كهرباء الساين فور الكتريسيتي يعني اشارة للكهرباء الكتريك كار يعني سيارة الكترونية ويند توربينز يعني توربينات الرياح وتستخدم لتوليد الطاقة درايف يعني يقود درايفر قائد سيارة درايفر لس يعني بدون قائد درايفر لس كار يعني سيارة بدون سائق درون يعني طائرة بدون طيار يبقى درايفر لس كار سيارة بدون سائق ودرون معناها طيارة بدون طيار زمون القمر زمون القمر اركتكت مهندس معماري اركتكت مهندس معماري رابط انسان آلي راكت يعني صاروخ ايرث يعني كوكب الارض سولار سيستم معناه الواح الطاقة الشمسية بودكاست نشرة صوتية شارجر يعني شاحن بارسل يعني طرد بريدي جاست ضيف بروجيكت مشروع اردينري عادي اكسدنت حادث ماشين مكينة بوست يعني بريد او يرسل سويمينج بول حمام سباحة سويمينج بول حمام سباحة سيفر يعني اكثر امانا سري دي برينتر يعني طابعة ذات ابعاد ثلاثية افريد يعني خائف دريم حلم او يحلم لاند تليفون يعني تليفون ارضي رابط تيتشر يعني معلم الي بايلوت طيار بيترول يعني بنزين بريديوس معناها ينتج طوك يتحدث اكس بريس يعبر عن اكس بريس يعبر عن على التمرين اللي معانا ونشوف تشوزا كاريكت انصر اختر الاجابة الصحيحة اين ديزاينز بايلنجز يعني ايه ديزاين يعني يصمم بيصمم المباني طبعا ده مين تيتشر ارتست ولا اركتكت ولا بايلوت طبعا ده الاركتكت بيقدروا يقوموا بكثير من الاشياء لنا في البيت طبعا ده الانسان الالي فهقول رابط بيساعد الانسان للصعود على القمر ده مين ده البانيلز ولا راكتز ولا راكتز ولا توربينز طبعا دي الصواريخ يبقى راكتز مي فاذر مي تو سكول افري داي يعني ابي يوصلني للمدرسة كل يوم رايدز ولا فلايز ولا ديزاينز ولا درايفز طبعا درايفز يعنيها يوصل بي السيارة there won't be any سوف لا يكون اي cars in the future ordinary modern smart new طبعا مش هيكون في اي عربيات عادية اما في listen four five and six تعالا نشوف الكلمات المعانا معانا round house يعني مستدير جاية من circle وراوند مستدير وارم دافئ وارم معناها دافئ cool يعني بارد او لطيف rectangle يعني مستطيل rectangle مستطيل اما rectangular مستطيل الشكل triangle مثلث triangular مثلث الشكل space يعني الفضاء space فضاء aglow يعني كوخ من الجليد yard يعني خيمة كبيرة للسكن yard earthquake يعني زلزال earthquake زلزال earthquake circle دائرة imagination تخيل imagination تخيل او خيال disadvantages عيوب ولو شلنا this اصبحت الكلمة advantages معناها مميزات disadvantages معناها عيوب traditional تقليدي او عادي size حجمة او مقاس event حدث هام temperature درجة الحرارة temperature modern حديث suddenly فجأة reason سبب ويجي بعدها حرف الجاري 4 reason 4 سبب ليه flat معناها شقة ومعناها مسطح timeline يعني مدى زمني drawing الرسم او التخطيط footballer يعني لاعب color لاعب كرة ايه قدم diagram رسمي بياني او تخطيطي technology التكنولوجيا european champion league يعني دوري الابطال الاوروبي divide يقسم وبيجي بعدها حرف into بقول divide into التعبيرات التعبيرات الموجودة معنا عندي heavy snow heavy rain keep warm يعني يحتفظ بالدفء keep cool how fantastic كم هو رائع smart school start school يبدأ الدراسة born in يولد في مكان او سنة draw a plan يعني يرسم خطة او make a plan make work يجعل شيء يعمل make a television work يعني يجعل التلفاز يعمل move house يعني ينتقل لمنزل move house ينتقل لمنزل جديد صغل الفعل move to اما move around معناها يتحرك او يتجول around the world معناها في الماضي fall from يقع من او يسقط من على think of او think about يفكر في look like يشبه different to او different from مختلف عن او من look out of يحترس من look out عفوا look out يعني ينظر للخارج من look out معناها يحترس play for يلعب لصالح وفي التمارين اللي معنا choose the correct answer السؤال الاول بيقول is an area هي المنطقة that you can move around in تقدر تتجول فيها spice ولا peace ولا space طبعا هو space الفضاء is nice temperature درجة حرارة كويسة that is hot but not too hot حر بس مش حر قوي تبقى cool ولا warm ولا cold ولا warm طبعا هتبقى warm مدافئ او لان هابنز يحدث when the ground suddenly moves عندما تتحرك الارض فجأة ده earthquake معناه زلزال the teacher asked us to use our انحنا نستخدم and drop bigatures نستخدم ايه station temperature pollution imagination طبعا هنستخدم خيالنا ونبدأ نرسم the ship's window is round مستدير this is stronger than a square window this ايه بقى shop or shape طبعا round ده شكل فهقول shape اشكر لكم طيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته